كما أكد الرئيس السيسي أن مصر تضع المياه على رأس أولوياتها حيث يعتبر نهر النيل تحديدا قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في مصر بنسبة تتجاوز 98% وأضاف الرئيس السيسي أن الحفاظ على هذا المورد الحيوي هو مسألة وجود تتطلب التزاما سياسيا دعوبا وجهودا دبلوماسية وتعاونا مع الدول الشقيقة وتزامن موعد انعقاد أسبوع القاهرة للمياه هذا العام مع الأسبوع الإفريقي للمياه والمؤتمر الهيدرولوجي الإفريقي بما يمثل زخما لمناقشة قضايا المياه على المستوى القري السيدات والسادة تضع مصر المياه على رأس أولوياتها حيث يعتبر نهر النيل تحديدا قضية ارتبال بحاية الشعب المصري وبقائه كونه يشكل المصر الرئيسي للمياه في بلادنا بالنسبة لـ 98% ولذلك فإن الحفاظ على هذا المورد الحيوي هو مسألة وجود تتطلب التزاما سياسيا دعوبا وجهودا دبلوماسية وتعاونا مع الدول الشقيقة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة ترجمة نانسي قنقر